اشتركوا في القناة منذ تعليق الضريبة على القيمة المضافة أي منذ تاريخ 3 فبراير 2023 تم استيراد فقط 3890 رأس بمعنى أن عدد الرؤوس من العجول التي تم استيرادها صحيح أننا نطمح إلى رقمي الأكبر هنا كانت سأل إذا كانت درشي تسريب وعليش ما تسريب هذا ما ظهرش على مستوى هذه الأرقام فهذه دعوة لممارسة تسريب لممارسة تسريب على على مدى واسع لكي نرفع من عدد هذه العجول لأن الهدف طبعا في هذا الموضوع عدد الأسعار هذه الإجراءات كلها لماذا تخذتها الحكومة تخذتها ببساطة لكي نجيب على واحد السؤال كان مطروح قدام الحكومة هو كيف نخفض الأسعار للحوم الحمراء لأنه كان عرفوا بأن الإنتاج من اللحوم الحمراء تضرر نتيجة مجموعة هذه العوامل تكلمت عليها في مناسبات سابقة لكن هذه حقائق يجب أن نواجهها فالحل كان مباشرة هو أن الحكومة تخذت جوجل القرارات القرار الأول هو المرسوم اللي كتعرفه دي الاستفاء الرسوم والقرار الثاني هو تعليق هذه الضربة على القيمة المضافة لكي نخفض إلى الحد الأدنى هذه التكاليف وهذه العوامل التي تدخل في سعر اللحوم الحمراء فأنا أتمنى أن هذه الإيقاع يرتفع أكبر لكي نعرف إن شاء الله واحد العرض قوي في الأيام المقبلة اشتركوا في القناة